يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحالة جديدة من برنامج التريند في الحقيقة حالة النهاردة هتكون دسمة جدا وقد تشهد بعض الأخبار العاجلة على حسب الأمور والاجتماعات اللي بتدار في هذا التوقيت التحديد هتكون نتيجتها ايه ولو خرج أي قرارات بالتحديد انتوا عارفين اكيد انا بتكلم عن الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي للكاف بخصوص تعارض موعيد كاس العام الأندية وبطولة الأمور الأفريقية الاجتماع بتدى الساعة أربعة ما نعرفش هيخلص امتى حولها حرقكم كل الكواليس اللي بتحصل في الملف ده لانه ده أمر بيهمنا أولا كمصريين بخصوص منتخة مصر وبيهمنا أكتر كمان كأهلوية بخصوص النادي الأهلي ومشاركته في كاس العالم فأي كواليس جديدة هنكون معاكم فيها لحظة بلحظة وحنقولها لحضراتكم مباشرة بخلاف طبعا عندنا أخبار كتير جدا محلية أخبار عالمية زي ما انتم متعودين دايما وأكيد عندنا كمان الكواليس الجديدة اللي بتتعلق باستعدادات النادي الأهلي النهائية لمباراة يوم الأربع مباراة السوبر أفريقي أمام فريق الرجاء المغربي هذه المباراة المرتقبة واللي بينتظرها كل عشاق القرى وحمراء في كل مكان واللي بنتمنى أكيد بإذن الله التوفيق يكون حليف نادينا الحبيب النادي الأهلي كل الأخبار الجديدة وأي حاجة بتخص الأهلي هنقولها لحضراتكم من خلال تواجدهم هناك كمان في قطر ومن خلال مرسلنا العزيز هناك في قطر فبالتالي حلقة دا سيما وفيها أخبار كتير قوي لكن دايما اللي بننتظره هو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة السؤال بيتعلق بمباراة السوبر وهي ايه؟ أكتر مباراة سوبر أو أفضل واحدة من ضمن مباراة السوبر خضها الأهلي بشكل كبير جداً نكون أنتوا عجباكم أو أنتوا شايفينها هي أفضل مباراة للأهلي أو أفضل بطولة فاز بيها الأهلي هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد لكن البداية دايماً دا أهم وأبرز العامين تحن نشوف في ترند الأهلي برنامج خاص لتجهيز الدوليين للسوبر الأفريكي بالتوفيق إن شاء الله وكمان اجتماع هام لحسم مصير أمم إفريك أما في الترند العالمي كلوب التجديد لصلاح دية الإدارة للجماهير طيب قبل ما نخوض في أي تفاصيل خلينا نقول الأبرز وأهم المباريات النهاردة مباريات مهمة جداً لكن يمتدي بالدور الأهم والأقوى بكل تأكيد هو الدور الإنجليزي واللي بيشهد في الحقيقة عدم التأجليات بسبب تفشي فيروس كورونا في بعض من الفرق المشاركة في هذه البطولة المهمة وبالتالي من أكتر ناس متأثرة على شكل فانتزي طبعاً دا أمر مؤكد اللي جايب لعيب جديد ممكن فجأة تلاقي مطش كده تلغى زي مرح مطش مثلاً أستون فيلا كان عندهم مع بيرنلي مباراة فكذا حد اشترى واتكنز واللي اشترى ماتي كاش واللي اشترى ناس كتير جداً وبالتالي مباراة فجأة اتأجلت يعني فأكتر المتضررين هم على شكل فانتزي لكن أكيد حنفضل مستمتعين حتى لو في مباراة أو اثنين أو تلاتة بس اللي بتلعبوا في أي جولة من جولات الدوري الإنجليزي فنبتدي مباراة الدوري الإنجليزي اللي هتلعب اليوم واللي ابتدى منها مبارايتين ومبارايتين مهمين جداً أول مباراة كانت ما بين ويلفر هامتون واتشيلسي اتألت ساعة أربعة العصر وتعادل سلبي بعد انتهاء الشوت الأول بدون أهداف ويلفر هامتون كانوا جابوا جنب بس تم إلغاءه يعني المباراة التانية كانت في نفس التوقيت ساعة أربعة برضو ما بين نيو كاسل اليونيتد ومنشستر سيتي منشستر سيتي متقدم بهدفين مقابل لشيء في الشوت الأول الهدف الأولاني اللي روبين دياز من أسست الكنسلو والهدف التاني لكنسلو نفسه من أسست الرياض محرز مهتم بالأسستات والأهداف برضو عشان الناس اللي بتحب الفانتزي وانا واحد منهم بصراحة لكن كانسلو عمل مباراة كبيرة جداً 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 الشوت التاني على وشك البداية اللي لم ينطلق يعني خلينا كمان نروح للمباراة التالتة وهي مباراة توتنم وليفر بول المباراة بتهمنا ودي حتكون الساعة ستة ونص على ملعب توتنم لكن في بعض الأخبار اللي تلعت قبل ساعة من دلوقتي ان صلاح مش موجود في هذه المباراة لم يتم الاعلان عن الأسباب لو الأخبار دي صحيحة لكن حنترقب ونشوف والتشكيل حينزل خلال تقريباً نص ساعة من دلوقتي نتأكد بشكل أكبر من هذه الجزئية ده فيما يتعلق بمباراة الدوري الإنجليزي النهاردة خلينا نروح للدورة الأسباني النهاردة فيه أربع مباراة أول مباراة كانت ما بين غيرناطا وريال مايوركا غيرناطا بفاز أربعة واحد نتيجة كبيرة تاني مباراة أتليتيك بالباو مع ريال بيتيس الساعة خمسة وربع كمان عشر دقيق من دلوقتي والتالت مباراة كانت ختافي أمام أستسونة أو هتكون ختافي وأستسونة الساعة ستة ونص وعشر بالليل لريال مدريد وقادش في مشوار الحفاظ على الصدارة والاقتراب أكثر وأكثر من الفوز ببطول الدورة الأسبانية من خلال ريال مدريد المتقال الدورة الإيطالية خمس مطشاط النهاردة فيرونتينا مع ساسولو تعادل إيجابي 2-2 سبيزيا مع أمبولي 0-0 مباراة تادة الساعة أربعة سامب دوريا مع فينيزيا لسه هتبتدي الساعة سبعة وفي نفس التوقيت برضو هتكون مباراة تورينو مع هلاس فيرونا والساعة عشر بالليل أو عشر إلى ربع تحديدا هتكون مباراة ميلا ونابولي الدورة الألمانية مباراة مهمة وهي مباراة فرايبورج مع بايرن ليبركوزن فرايبورج متقدم بهدف مقابل لشيء المباراة الثانية الأهمة بالنسبة لنا هي مباراة كولن مع شتوتجيرت دي هتكون ساعة ستة ونص نسبة كبيرة أكيد عمر مرموش نجم منتخبنا الوطني وشتوتجيرت الألماني بإذن الله سيكون موجود في التشكيل الأساسي وهو أحد العناصر المهمة جدا في تشكيلة شتوتجيرت مباراة أيضا غاية في الأهمية طيب دي كانت أهم وأبرز المباراة اللي هتقام واللي أقيمت النهار دا لكن عندنا أهم وأبرز تفاصيل وأحداث وكواليس هنتكلم فيها في مختلف الملفات وبالتحديد كمان القائمة اللي تم الإعلانها القائمة بمبدئية اللي هي منتخبنا الوطني تتكاوم من 40 لعب اللي تشهد برضو بعض المفاجآت فهنعلق على كل ده وحنشوف كل الجديد إيه بس بعد فاصل استمدام من جديد طبعا الحدث اللي بيفرد نفسه دلوقتي هي مباراة السوبر الأفريكي ما بين الأهلي والرجاء المغربي اللي هتقام في قطر بالتحديد على السادة أحمد بن علي يوم الأربعة الساعة سبعة بالليل بتوقيت الكهرة إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها ويضيف بطولة قرية جديدة لدلاب بطولاتهم بطولة غاية في الأهمية لكن الأهم كمان إيه هو استعدادات النادي الأهلي ماشية زي الأمور الترتبات التدريبات كل حاجة تتعلق بالفريق هناك في قطر ده أمر مهم جدا كمان من الأخبار الجيدة علي معلوم خاص نضم التدريبات النادي الأهلي أو المعسكر الفريق بخلاف بدر بنون النهاردة أول مران بالنسبة له بعد ما كان خاد راحا بارح بخلاف الدوليين من النادي الأهلي موجودين في منتخب مصر أيضا موجودين دلوقتي في المعسكر أحمد عبدالقادر بقى سليم يعني أخبار وتفاصيل كتير جدا هنعرفها بشكل أكبر وأوضح كمان من زمالنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المتواجد مع البعثة في قطر عشان يقول لنا كل الكواليس والتفاصيل وننتمن من خلاله على كل كبيرة وصغيرة بتتعلق بمعسكر الأهلي هناك قبل ممارات السوبر المرتقبة يا كريم أهلا بك مرحب بك في البداية زمال العزيز أميري شام كل التحية لك والشكر والتحية موصولة أيضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي أهلا بك يا كريم من نورنا وكالعدة متقلق وعايزين نعرف من خلالك كل الجديد وآخر الأخبار وبرنامج فريق النادي الأهلي هناك في قطر قلنا كل التفاصيل يا كريم سمعينك يعني نقدر نقول مستمر حالة التركيز الكبير مع العاب النادي الأهلي والجهاز الفني لهمية المباراة مباراة طبعا يوم الأربعان شاء الله بإذن الله الأهلي ورجاء المغربي مباراة حساسة ومباراة لتحضيرات عديدة جدا بالنسبة طبعا للجانب الفني والجانب الإداري وأيضا كمان للجانب النفسي الحقيقي اللي فيه دور كبير جدا جدا على الجهاز الفني وتحديدا أيضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيز مع كل لعبي منتخبنا الوطني في هذا التوقيت قال لي ممكن حساس جدا طبعا لأن تعرف ما فيش وقت زميلي أمير من المنتخب إلى بطولة جديدة وممكن مباراة البطولة ومباراة الوحدة بتحتاجها تركيز وشغلة أكبر من الجهاز الفني ومن اللاعبية النادي الأهلي كل مرة أكد على هذا الأمر القيادات وكبات من فريق النادي الأهلي والعدد الكبير المتواجد ده بيساعد بشكل كبير جدا أن يكون في حالة من تركيز كبيرة ده وافع موجودة لكن تجديد الرغبة مستمرة الحديث بعلعبة النادي الأهلي في كل توقيت على أهمية المباراة على جمهور على الحضور على كل الأمور طبعا الخاصة بمباراة الأهلي والرجاء المغربي بالحالة مميزة جدا ويمكن حتى أزيل لحظة كل الأمور بالنسبة لفندو الإقامة والترتيبات والتدريبات ملاعب المباراة الحقيقة كل الأمور دي مميزة جدا حقيقة بالنسبة لكابتن سعد أبحفيز كمدير الكرة مع التنسيق مع الكابتن محمود الخطيب مع كل الحقيقة الجهاز الفني الملعب كان جاية جدا بالنسبة لتدريب الأمس النهاردة كمان يقدر نقول تدريب فريق النادي الأهلي يكون في الساعة التأمينة بتوقيت الضوحة على ملعب إجلى ملعب إجلى دياب ودعان فندو الإقامة ب 15 دقيقة ملعب الأمس كان قريب جدا كان سبع دقائق فقط لي أن تصل إلى الملعب لكن كلها إن شاء الله يكون أمور تحضرية للفريق النادي الأهلي ويكون استعدادات مكثفة بشكل كبير من محاضرات فنية من تنفيذ نظري وعملي على الأرض الواقع بالنسبة لتدريبات ويمكن كمان النقطة الأهم جدا وهي كل اللاعبين والنغفدين طبعا من متخبن الوطني بجانب علي معلول الانضام وبالفعل لبعثة فريق النادي الأهلي للدخول بشكل كبير جدا فيها الاستعدادات المكثفة لكن عدم طبعا التدريب الريكافري نهاردة طبعا بالنسبة لكل اللاعبين طبعا اللاعبين لمنتخبنا الوطني نهاردة نقول اليوم فري بالنسبة لهم عميد مش هيبه فيه جرعة تدريبية كاملة طبعا للاعبين للمجهود الكبير اللي بوزلوا أيضا كمان بالنسبة لعلي معلول لكن نهاردة ان شاء الله نشوف فبد البنون بالنسبة لتدريب فريق النادي الأهلي كأول تدريب لي يكون مع الفريق نتطمن على جهازيته نتطمن أيضا كمان على الحالة البدنية لكن يعني بفضل الله الحمد لله كل الأمور ماشية بشكل مطامئن وطيب جدا حتى هذه اللحظة مع باعتة فريق النادي الأهلي ويمكن كمان الجانب النفسي اللي أنا بأكد عليه أمير كابتا محمود الخطيب النهاردة تواجد في مطعم الفريق ويمكن حيا لعيب وسلم عنهم كلهم طبعا لعيب المنتخب الوطني وكل اللاعبين لكن تحديدا لعيب المنتخب الوطني كان كلماته سريعة جدا طبعا لابد أن نركز حياهم وأشد بالجميع الحقيقة على التفاني في الأداة والإخلاص الكبير اللي شفناه مع منتخبنا الوطني وأكد طبعا أن التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي بالنسبة لي منتخبنا الوطني وطالب اللاعبين بالتركيز وغلق الصفحة تماما والتركيز الكبير أيضا يكون في هذه المباراة من أول تدريب النهاردة عليه أن يتواجد فيه لعيب فريق النادي الأهلي الحمد لله يمكن الحالة دي بتطمننا بشكل كبير وجود الكابتن محمود الخطيب وأيضا كمان يمكن انضم إلى الكابتن محمود الخطيب وعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد شوق اللي يكون بجانب أستاذ طرق أنديل عضو مجلس الإدارة اللي يمكن مجلس الإدارة في رسالة مهمة جدا لكل خلف فريق النادي الأهلي ودي رسالة بيكون مهمة جدا مع كل اللاعبين الترتيبات موجودة والتحضيرات موجودة والأمور الفنية موجودة لكن الأهم أن كل اللعبة بشكل كبير جدا لحسن الشعاد طبعا يعني واحد من اللجوم للنادي الآلي كل مركز الحياة أمير طبعا زي ما بأكد لك وبقولك لكن لازم يكون فيه فان ولازم يكون فيه خروج شوية من التركيز الكبير أنت عارف طبعا الأجواء بيكون كلها تركيز وكلها تدريبات توقيتات بيكون بسيطة جدا مع لعبة النادي الآلي أنهم بيكونوا قاعدين مع بعض في المطعم لكن الكل بيتكلم على أهمية المباراة وأهمية المرحلة وأهمية حضور جمهور النادي الآلي الحقيقة اللي على طول وراءنا في التدريبات بنشوف جمهور في الشارع الكل بيطالب لعب النادي الآلي بالسوبر الأفريقي فإن شاء الله بإذن الله مع جدية لعبة النادي الآلي وإصرارهم الكبير في التدريبات يكون لها مردودها الكبير كعادتوا طبعا فيها مستطيل الأخضر يوم الأربعاء نوتيتين أيضا كمان سريعا أحب أن أطمنك عليهم هو أحمد عبدالقادر كريم فؤاد يمكن طبعا اتكلمنا عليهم كريم فؤاد شارك في التدريب الأمس بكل قوة أحمد عبدالقادر أيضا كمان شارك في جزء كبير من الكرة لكن بشكل فردي ندرش نقول أنه دخل فيها تدريبات الجمعية لكن النهاردة كمان نطمع بشكل أكبر إمتى هيكون مشارك في جزء من التدريبات الجمعية واحد من العناصر المميزة جدا نحن محتاجين لكل الفرقة الحقيقة أمير نتعرف طبعا عندنا سكواد رائع ومميز جدا لكن الجهازية بنسبة 100% بيكون أمر مهم جدا للعاب النادي الآلي فإن شاء الله بإذن الله سقاطنا كبيرة جدا في كهاز الطبي طبيب النادي الألي أحمد أبقابل اللي بقوم بدور كبير جدا مع كل اللعبين ويا رب إن شاء الله بإذن الله نقدر نتطمع النهاردة بشكل كبير على اللعبين وغدا في التدريب كل الأمور بقى تتضح بشكل كبير جدا للسولية وحمد فاتحي وأكرم وأفشة ومحمد شريف الشينوي كل اللعيب اللي مشاركتش النهاردة أو مش هتشارك فيه التدريب نتطمن عليهم بشكل كبير جدا في تدريب الغد. طيب كريم عايزة أسألك السؤال اللي في أزهان كل جماهير النادي الأهلي. اللي هم دايما ربطين ما بين اللاعبين الدوليين المتوجدين مع منتخب مصر. كمان علي معلول مع تونس. بدر منون مع المغرب. كان فيه إخفاقات بشكل أو بآخر. فأكيد من الوارد جدا تأثرهم نفسيا. انت تكلمت على الجزاية دي. لكن أنا عايزة أتأكد تحديدا. هل كان فيه أي جلسات مثلا منفردة ما بين مثلا أي عضو من أعضاء الجزء فني سواء المسلماني كابتن سيد أو غيره. مع هؤلاء اللاعبين بخصوص تهيئتهم نفسيا للتحدي الأهم المقبل ما بين الأهلي والرقاء في السوبر الأفريكي. يعني نقدر نقول ده حدث بالفعل مع كل اللاعبين الحقيقة. سواء معلول بدر بنون كل اللاعبين. طبع لعب المتخبن الوطني. لأن الوقت دايق جدا. ولو دوني انت تشتغل بشكل كبير جدا على التهيئة نفسية تحديدا مع كل اللاعبين. من أول دي على الحقيقة زميلي عميره وعقب وصول كل اللاعبين طبعا الدولين إلى فنده لقامة. استقبلهم بشكل كبير جدا حقيقة الجهاز الفني بالكامل بيتسو مسماني. اللي يمكن يكلم عافشة بشكل منفرد محمد شريف. أشهد الحقيقة بالصلاية ودوره الكبير دوره القيادة. وأيضا كمان كلم مع محمد شريف. قال له هارد لك ده بيحصل في الكورة بشكل كبير جدا. طمن على جهازية محمد مجدي قفشة قال له أنت يعني أنت في حاجة أنت سليم. أنت رجلك فيها حاجة فإمكان قفشة قال له أنا سليم مليون المئة. الرجل بيحاول أنه طبعا يطلع لعيبة حية شناوي وهناع العيد ميلاده. طبعا فيه لفتة بسيطة وجميلة جدا من الجهاز الفني. الحقيقة بيتسو مسماني مميز جدا في هذا الأمر. بعيدا طبعا عن إخفاق أو لعيبة يكون راجعة من المنتخب. هو الرجل الحقيقة بيشتغل على هذا الأمر بشكل كبير جدا. فيمكن ده مساعد أيضا كمان كابتن محمود الخطيب ودوره الكبير بكلماته البسيطة. بتصل لكل اللعيبة الحقيقة. مهما كانت الكلمات بسيطة لكن كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة. وكان نجم نجوم كرة القدم في النادي الآية وأسترطنا. الكلام بيصل للعيبة تحديدا بشكل كبير جدا. فيمكن الأمور دي بيكون مهمة. وخلاص لعيبتنا لعيبة كبار. لعيبة عندها وعي كبير جدا. وعرف أهمية هذه المباراة. فلابد أن نحن على طول نخش بكل دوافع بكل قوة في التركيز الكبير في هذه المرحلة. وإن شاء الله زميلي أمير تكون المباراة بطولة من نصيب النادي الآية. بإذن الله. طيب. هل في جديد بخصوص موقف أيمن أشرف بعد ما نضم للمعسكر فرص لحاكم المباراة. يقدر يلحق ولا ما يقدرش. ولا الجزئية دي تحديدا لم تتضح بعد. يعني مش عايزين نجزم في هذا الأمر بتحديدا بالنسبة لأيمن أشرف. لكن أقدر أقول لك يعني المؤشرات إجابية جدا زميلي أميري. يعني مش عايزين نتكلم طبعا كلام طبي على قد ما يكون طبعا التصريحات من طبيب النادي الآية أحمد أو عبلة. لكن المؤشرات إجابية بشكل كبير جدا. بالنسبة لكل اللعيبة الحقيقة مش أيمن أشرف بس. لكن ممكن أيمن هو اللي مشاركش في التدريبات. وممكن بعيد طبعا عن مباراة الأخيرة بنسبة المتخبن الوطني. لكن التضحيات مهمة جدا إن شاء الله في هذه المرحلة. وثقاتنا كبيرة في اللعيبة. عندنا إصرار أكرم برجلته وأيمن أصلا أيضا كمان بوفاءه الكبير الشناوي. كل اللعيبة إن شاء الله بإذن الله كون تضحياتها كبيرة جدا من أجل إسعاد جمهور النادي الآلي. اللي ثقته كبيرة جدا في اللعيبة. وإن شاء الله بإذن الله كون دورهم أكبر في الأستادي. زينه الأستادي يشجعه من أول دقيقة. الآخر دقيقة تذاكر نفزت بالكامل. عاقب طبعا طرحها بساعة فقط. كل حجس في التالتة شمال. فإن شاء الله بإذن الله يكون من التالتة شمال يقدر أن هو يهز الملعب ويقدر أن هو يقدر يطلع كل اللعيبة طبعا كل اللي عند اللعيبة. فإن شاء الله بإذن الله كل البطولة كون من نصيب النادي الآلي. طيب كريم هسألك برضو في جزئيتين بشكل سريع. أول حاجة عايزة أتطمن على الاهتمام الإعلامي بهذه المباراة خصوصا بعد انتهاء بطولة كاس العرب. هل خلاص الكل بقى مركز على هذه المباراة من قبل الإعلام القطري تحديدا بخلاف طبعا الإعلام مصري والإعلام المغرب؟ بالتأكيد طبعا اهتمام إعلامي كبير جدا بقيمة النادي الآلي الكبيرة وبقيمة الحدث الحقيقة. يعني كاس العرب عاقب انتهاء مباشرة بساعة بسيطة لكل طبعا والأحاديث والأخبار عن أهمية المباراة عن باعتة النادي الآلي. عن حضور الجماهير. عن مدى الاستعداد بالنسبة للسوبر الفريقي. الحب هنا كبير جدا الحقيقة من الجاليا ومن أيضا كمان أشقان القطريين طبعا اللي في حب كبير جدا من كل اللاعبة. كل الناس بتسأل على أفشا محمد شريف السلية الشنية وبتسأل عليه معلول عندها حب كبير في فندو اللقابة. بنشوف لقطات على طول الناس بتحاول تصور مع اللاعبة. بعض المغربة بتصور مع بدر بنون. بعض التوانسة طبعا المتوجدين بيحاولوا تصور مع علي معلول. وبيشهدوا بأداء وبيقولوا هارد لك. فيمكن كل كل الأمور دي بتدي مؤشرات كبيرة جدا وبتطمننا بشكل كبير جدا على لعيبة النادي الآلي. الحالة الحالة مميزة جدا وحالة اللاعبة. احنا عندنا سيقة كبيرة الحقيقة. الحقيقة جدا في لعيبة النادي الآلي. لكن يعني نخصنا بس التوفيق في التسعين دقيقة. مسيماني أيضا كمان واختيار التشكيل. العيبة كمان والالتحامات الكبيرة اللي بنشوفها والحماس الكبير في التدريبات. بنتمنى بس إن شاء الله بإذن الله مع غد وبعد غد وقبل المباراة. إن شاء الله لعبتنا تكون سليمة مية في المية وجهزة بدنيا وجهزة فنيا. ولو رب التوفيق معنا إن شاء الله أمير في التسعين دي. إن شاء الله بإذن الله نقدر نتخطى هذه المباراة الصعبة جدا أمام الرجاء. فحضور أيضا كمان جمهور الرجاء اللي عنده كسافة كبيرة. لكن إن شاء الله كون كسافة جمهور النادي الآلي أكبر. ويكون أيضا كمان نصيب النادي الأهلي ألفوز بعدي البطولة. أنا في الحقيقة بحاول أستغلك. يعني أكثر استغلال ممكن يا كريم. يعني بحكم تواجدك هناك. فخلينا أسألك برضو كمان سؤالين. أول حاجة عايز أسألك على قائمة المنتخب اللي تم الإعلان عنها من قبل كارلوس كيروش. النهاردة هي قائمة المبدئية اللي تتكاوم من 40 لعب. يتضمنوا تمانية من عناصر النادي الأهلي. هل في متابعة للقائمة دي من قبل لعاب النادي الأهلي وجهاز فني. ولا محدش تطرق لها. يعني أقدر أقولك أن المتابعة هتتجه للجهاز الفني اللي كانت تساعد عبد الحفيز. لكن الحقيقة كل اللعيبة عندها هدف وحيد. وهو المباراة وأجواء المباراة وتحديدا بطولة السوبر. فأقدر أقولك أن يتم الحديث في هذا الأمر عقم انتهاء البطولة. اللي إن شاء الله بإذن الله نقدر نرفع الكاز بها. لكن كل الأحاديث وكل طبعا أمور الخاصة بيه. اللعبين والقائمة. مين متواجد. مين مش متواجد. كل دي الحقيقة يمكن بتدور في زين الجهاز الفني. والأحاديث طبعا مستمرة. سواء من خلال طبعا توجدهم في المطعمة وتوجدهم بشكل عام. لكن لعاب النادي الأهلي قفل على نفسها بشكل كبير جدا. وعرف أهمية المباراة. وعرف أننا لابد أن نركز في هذه الأيام الدقيقة والقليلة جدا. ومن بعدها إن شاء الله لكل حدث الحديث. لعاب النادي الأهلي عرف الأهمية وعرف القيمة وعرف أهمية المباراة. فإن شاء الله بإذن الله ربنا بس يعني يخليهم على هذا التركيز الكبير اللي هم متواجدين فيه. ومنها إن شاء الله يوم الأربع بإذن الله بأجواء وبالجوة والطاقس. الحقيقة عايز أتكلم عليه وقت معاك بيه لطاقس. الطاقس مميز جدا. يعني الصبح بيكون شمس توقيت المباراة يكون تمانية. مثلا طبعا هنا بتوقيت الضحة. الجو لا الجو فيه برودة شوية. وده يمكن يساعد لعابة النادي الأهلي. أنا نقدرش نقول في رطوبة أو في جو يصعب شوية المأمورية. فإن شاء الله بإذن الله كل الأجواء والمناخ الطائب اللي احنا نشيف في الاستعدادات. المتواجدة لفريق النادي الأهلي يكون مرضودها كبير إن شاء الله يوم الأربع. وسيقاتنا كبيرة بإذن الله أن احنا نقدر نرفع الكاس في ملعب أحمد بن علي. بإذن الله كريم طائب. آخر حاجة بقى. دلوقتي عايز أعرف جزئية الحضور الجماهير. قالية حضور الجماهير. ونسب الساعة أو الساعة الرسمية بالنسبة لأستاذ أحمد بن علي. هل محدد نسبة معينة من الحضور في الأستاذ ده؟ وبرضه عايز أعرف هل جمهور الأهلي مثلا مخصص لي عدد معين من تذاكر مقابل جمهور الرجاء. ولا الموضوع عادي اللي يقدر يشتري تذكرة يحضر. يعني هقدر أقولك إن الأستاذ أحمد بن علي طبعا بيسعى إلى 40 ألف مشجع. النسب الأكبر والتذاكر الأكتر طبعا رحت لجمهور النادي الأهلي. الجالية المصرية الحقيقة هنا داخل القطر كبيرة جدا وجمهور النادي الأهلي هو الأكبر. طبعا شفنا التواجد الرائع المميز لمنتخبنا الوطني. لكن يعني هقدر أقولك خلاص كله هي لعت شرط منتخب مصر وهي لبت شرط النادي الأهلي ويكون متواجد في المدرجات لتشجيع للنادي الأهلي. فيمكن الحقيقة اللي هيكون متواجد هنا هو كان بيشاهد وبيتابع. فأقدر أقولك إن القيمة الأكبر طبعا هي بالمنتصف. يعني هقدر أقولك مثلا 20 ألف و20 ألف من نسبة طبعا لجمهور الرجاء. لكن الـ 20 ألف يكونوا متواجدين من جمهور النادي الأهلي على الجنب الآخر. ممكن يكون في عدد كبير من جمهور الرجاء لكن ما يوصلش إلى 20 ألف في المدرج. إن شاء الله بإذن الله جمهورنا يكون السند والدعم. يكون كلمة السر كعته في كل المباريات. وتحديدا في البطلات اللي بتسعد مليون الجمهور أو مئات المليون من جمهور النادي الأهلي. يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود الوافر في الحقيقة وهذا الكمل الهائل من المعلومات والكواليس اللي بتتعلق بالأهلي في الضوحة واستعدادته لمباراة الرجاء. بشكرك يا كريم. شكرا جزيلا زمان العزيز كريم أحمد. مرئيس القناة الأهلي من قطر. كما معنا على الهواء مباشرة نطمن بشكل كبير جدا على البعثة. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريقنا في هذه المباراة المرتقبة. بإذن الله يرجعون لنا بكاس البطولة. وتكون بطولة جديدة من ضمن بطولات النادي الأهلي العديدة والهائلة على مدار سنوات وتاريخ كبير جدا جدا جدا. هنروح لفاصل. بعد الفاصل نرجع نكمل. لأن لسه عندنا بعض الأخبار الهامة. هنتكلم فيها مع بعض. استنون. طيب زي ما حضراتكم شفتم من ثواني محدودة بالضبط. دي لقطات للعاب النادي الأهلي. هم داخلين المحاضرة اللي بتنطلق في هذه اللحظات. منحاول يعني نعايش حضراتكم الأجواء لحظة بلحظة وكل الكواليس. محاضرة اللي دايما بتصبق مران الفريق. المران النهاردة الساعة 7 تحديدا بتوقيت القاهرة. ومحاضرة من المحاضرات المختلفة اللي بيعقدها موسيمانيا وبركز عليها بشكل كبير جدا مع الفريق. طبعا زي ما انتم شايفين كمان الكابتن محمود الخطيب. واضح ان هو داخل قاعة المحاضرات الخاصة بالفريق. وأكيد هيكون ليه كلمات مهمة جدا جدا مع عناصر الفرقة كلها. الجهاز فني أو لعبين ودوره بيبقى مهم. وبالمناسبة يعني كابتن محمود الخطيب بتواجده في كل المباراة المهمة بيدي دوافع كبيرة بخلاف الدوافع طبعا اللي بتبقى موجودة عند كل لعب. وهي ازاي اقدر حق تاريخ لنفسي وأسعد كل جمهير النادي الاهلي. وأنا كمان بتفعل بصراحة يعني بصراحة بالاستصر أنديل. هو موجود طبعا دكتور محمد شوقي عدو مجلس الضارة. اتنين قامات كبيرة جدا. لكن يا رب يعني ازاي كالعادة كده استصر أنديل كلما بيسافر مع الفريق. بنرجع من تصرف مواقع صعبة جدا جدا جدا. فبإذن الله التفاعل يسود كل البعثة ويفرحونا يوم الأربعة جاي بإذن الله. طيب ده كل ما يتعلق بالنادي الاهلي وآخر الأخبار والتفاصيل. تعالوا بقى نتكلم على جزئية أخرى مهمة جدا. كلنا بنترقبها في الحقيقة. مش بس الأهلوية بس لا. ده قارة أفريقيا كلها. بل كمان الموضوع ممتد الاتحاد الدولي لقرية القدر. بل كمان الموضوع واصل لحد ايه الاتحاد الأوروبي لقرية القدم. لأن هي كلها شبكة مربوطة في بعض. الأمور كلها معقدة شوي. اللي احنا بنترقبه أكيد اجتماع المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لقرية القدم. واللي بيجرى في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم. اجتماع ابتدى بالضبط الساعة أربعة العصر. يعني قبل ساعة ونص من دلوقتي. الكلام على ايه بقى؟ على بعض الاحتمالات. فيه توجه توجه عند انفانتينو ان هو يأجل البطولة. بطولة الأمم الأفريقية. ده توجه موجود. بيدعموا ايه؟ بيدعموا خطاب اتحاد الأندية الأوروبية. اللي ارسلوا الاتحاد الدولي وقال لهم يا جماعة. يعني خطاب كان مطول كده شوية. يتكلموا على بعض الأسباب اللي ممكن تكون بتتمثل في صعوبة تواجد اللاعب المنتخبات الأفريقية. اللي بيحترفين في أوروبا معهم في بطولة الأمم الأفريقية. بسبب بقى متحاول كورونا أو كل هذه الأمور. يعني والجوانب الصحية والاحترازية وكل ما شابها ذلك. النسب قبل الاجتماع ايه؟ قبل الاجتماع. النسب بتميل نسبيا. نسبيا. مش مؤكد طبعا. لان انت ممكن قبل ما تخش الاجتماع يبقى فيه توجه. وبعد ما تخلص الاجتماع يبقى حاجة تانية خالص. لكن النسب بتميل إلى تأجيل البطولة نسبيا. لم يتم تحديد أي حاجة حتى الآن ولا تم اتخاذ أي قرار. القرار ممكن يطلع في أي لحظة دلوقتي احنا مع بعض على هوى. بعد ما الحلقة تخلص على مدار اليوم ممكن بكرة. يتم تأجيل القرار البكرة. هنترقب ونشوف. الاتجاهات اللي بتتكلموا فيها ايه؟ ممكن يقولك ان احنا عايزين نأجل لبطولة الأمور الأفريقية لـ 2023. يا جماعة بالمناسبة. الموضوع مش متعلق بس من شاركة الأهل في كاس العالم. لا طبعا. الموضوع متعلق زي ما قلت لكم باللعبين اللي محترفين في كرة أوروبا الدوريات المختلفة. وبالتحديد الدور الإنجليزي والفرنسي هم أكتر دوريين عندهم لعيبة أفرق. ففيه أندية مش عايزة تودي لعيبتها. أولا توقيت البطولة. ده اللي كان دايما بيشتكي منه أندية الدوريات الأوروبية. ثانيا الإجراءات الاحترازية والكورونا. وانتشايفين الدور الإنجليزي متضمر في الحقيقة بسبب الفيروس. فده اتجاه ان يبقى في 20-23 البطولة تجرى في الكاميرو. وبعدها بسنتين تبقى البطولة اللي موفودة حتنظمها كوديفور. الاتجاه الآخر ممكن يكون بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في إن ممكن يبقى فيه كلام على إن ممكن يبقى فيه بطولة من غير اللعبين المحترفين. وأعتقد إن ده حيكون صعب. إن كل المنتخبات تلعب بالمحليين الموجودين في الدوريات المحلية بتاعت كل المنتخبين. أعتقد ده حيبقى صعب. مع إعطاء الحرية للأندية الأوروبية بالموافقة أو عدم الموافقة على إرسال لعبيها المحترفين. ده برضو ممكن يكون توجه تم طرحه مؤخرة. فكرة يعني من دمن الأفكار. بس في اعتقادي الشخصي من خلال المشهد اللي بنشوفه كلنا. أعتقد دي حتبقى صعبة. حيبقى أمر مرفوض شوية. فهنشوف إيه اللي ممكن يحصل. وهنشوف النتيجة الاجتماع هتكون النهاردة. القرارات اللي هيتم اتخاذها. لكن اللي شبه مؤكد زي ما قال أحمد مجاهد. المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد القرى المصري. رئيس اللجنة المؤقتة. إن لو قيمت بطولة الأفريقية. المنتخب المصري هلعب بكل نجومه. اللي من النادي الأهلي. والنادي الأهلي هلعب بكل نجومه اللي موجودين معاه. اللي في قائمته كلها. في كاس العالم. فإحنا مستنيين إن الأمر ده يتنفذ. إحنا عايزين مصلحة المنتخب أولا وأخيرا. ومصلحة النادي الأهلي طبعا. ده أمر منها جدا جدا. لأن الأهلي بيمثل القرى المصرية والرياضة المصرية بشكل عام. والأفريقية طبعا. فده فيما يتعلق بكواليس الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي. هنروح لفاصل. بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم عن القائمة بتاعة منتخب مصر. القائمة المبدائية التي تتكاوم من 40 لاعب. بخصوص بطولة الأمام الأفريقية إن أقيمت في مواعدها. استنونا بعد الفاصل. طيب. القائمة المبدائية المنتخبنا الوطني اللي تم الإعلان عنها صباح اليوم من قبل الجهاز الفني بقيادة مستر كارلوس كيروش. بتتكاوم من 40 لاعب في قائمة يعني حيتم الاستقرار عليها في النهاية من خلال من ال40 دول. حيتم اختيار 28. 28 هتبقى منهم 23 أساسيين معك. وخمسة هيكونوا احتياطيين تحسبا لأي ظروف يعني. فهقول لحضراتكم القائمة. وبعد كده نعلق في حراسة المرمى موجود محمد الشناوي طبعا حارس النادي الأهلي وانتخابنا الوطني. إذا ما حراركم شايفين كده على الشاشة. محمد فوزي حارس الإسماعيلي محمد صبحي حارس فاركو. محمد أبو جبل حارس الزمالك. محمود جاد حارس إمبي. في خط الدفاع عيمان أشرف لعب الأهلي. أحمد فتوح المميز ومتقلق جدا لعب الزمالك. أحمد حجازي لعب اتحاد جدة. عمر كمال لعب فيوتشر. عمر سولية نجم الأهلي. مصطفى فتحي لعب الزمالك. محمد صلاح طبعا نجم ليفر بول. مصطفى محمد نجم جالاتس سراي. ومحمد مجدي أفشا من الأهلي. إمام عشور زمالك. أكرم توفيق أهلي. الوينش زمالك. محمد النني أرسنل. عمر مرموش شتوتجرت. عبدالله السعيد بيرامدز. مروان حمدي من سموحة. رمضان صبحي بيرامدز. من الزمالك برضو. أحمد سيد زيزو موجود. وأحمد حسن كوكا طبعا المحترف في كونيا سبور التركي. إبراهيم عادل بيرامدز. أحمد ياسر ريان ألطاي سبور التركي. محمود علاء الزمالك. أحمد ياسين البنك الأهلي. محمد هاني. متواجد رغم أنه هو منضم الشغالة. معسكر مع كارلوس كيروش. طبعا نجم النادي الأهلي. أحمد رفعت. أحد أبرز نجوم الكأس العرب من فيوتشر موجود. محمد عبد المنعم برضو من فيوتشر. محمد حمدي من بيرامدز. نبيل عماد دونجا من بيرامدز. محمود حسن تريزيجي. عضيوته أكيد مهمة من أستنفيلة. حمدي فاتحي نجم الأهلي. هو محمد شريف. مهند لاشين لعب طلاق على الجيش. محمد فتح الله لعب الإنتاج أو لعب غز المحلة. عفواً. وأحمد رمضان بيكا ملاعب سموحة. وهم روان داود لعب إنبي. دي قايمة اللي اختارها كيروش. لكن أهم بقى المفاجآت اللي في القايمة دي. رقم واحد استبعاد طريق حامد. أي أن كان بقى الأسباب. خلاص واضح إن الراجل مش مقتنع بطريق حامد. سواء بقى أو مع إن طريق حامد طبعا لعيب كبير يعني. لكن في نفس الوقت واضح إن فيه مشكلة أو أزمة ما بين كيروش وطريق حامد. ما تمش الإعلان عن حقيقة الموقف. لكن هو مش في حسابات كيروش. من تاني تم استبعاد أحمد فتحي رغم أن هو كان متواجد في إحدى المعسكرات. وبالعكس كمان لعب مطشاط مع كيروش. أحمد فتحي طبعا لعب بيراميدز من العناصر الخبرة الكبيرة جدا. المفاجأة الأكبر بالنسبة لي هو استبعاد حسين فيصل. حسين فيصل اللي كان متقلق في بداية كاس العرب. وممكن أنه ما كانش موفق في المباريات الأخيرة بشكل أو بآخر. لكن كان بلعب بشكل أساسي مع كيروش. تم استبعاده من قايمة الاربعين. وأنا بشوف أن ده في يعني إحباط كبير جدا للعب ومعنى يعني من الآخر كده يعني بيحرق اللعب. لأنه بصراحة مباشر. آه ممكن نختلف نطافك لكن بداية مباشرة. فحتى يبقى موجود في الاربعين يعني. فيه لعبة تانية لا تستحق أنها تكون متواجدة. وتواجدت رغم أنها لم تتقلق أصلا أصلا في كاس العرب. بل بالعكس كانوا يعني لأسف مش موفقين خالص يعني. فما تعرفش الرجل دماغه فيها يعني. من ضمن العناصر برضو مستغرب. استبعاده هو حسين الشاحات لأن حسين برضو من اللعبة المميزة. رغم أن المكان اللي بيلعب فيه حسين ده محجوز طبعا لمحمد صلاح محدش يقدر يقرب المكان ده لأن صلاح نجم كبير جدا يعني. أحسن العيب في العالم فهي ده المفاجأة من القائمة. في كل الأحوال أيا كان من اللي حيلعبه هو فيه تمانية أهلي ستة زمالك خمسة بيراميدز. أيا كان مين الموجود ده منتخب مصر. نتمنى بإذن الله تعالى أيا كان مين اللي حيبقى في الملعب ومين اللي حيمث المصر بطولة الأمور الأفريقية. يكون موفقين ويجيبون لنا اللقب بإذن الله. على أن هذا حيكون تحدي من ضمن التحديات الأهم والمهمة جدا وهو كمان التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم بإذن الله في قطر 2022. طيب خلينا أقول لحضراتكم كمان جزئية محمد صلاح بشكل رسمي. الحمد محمد صلاح موجود في تشكيلة ليفر بول الأساسية في مواجهة توتنم. بعد ما تم الإعلان على التشكيل من حوالي عشر دقيقة قبل دلوقتي. اللعب موجود ويدي تشكيلة طبعا ليفر بول زي ما حضراتكم شايفينها على الشاشة. صلاح يزين هذه التشكيلة. وهو اللي حضراتكم التشكيلة كلها في حراس المرمة طبعا أليسون. قدامه ترينت أليكسندر أرنول طبعا المتقلق. جويل ماتب كوناتي. ريبيرتسون مارتون. مورتون ده أحد عناصر الشابة. ميلنر طبعا عناصر الخبرة. نابي كايتا. ساديو ماني. صلاح وجوتا. دي قيمة أو دي تشكيلة ليفر بول في مواجهة صعبة جدا أمام توتنم. في المقابل كمان نجمينة المصري الآخر عمر مرموش. بيبتدي بشكل أساسي في مبراطج توتجرد أمام مقولن في الدورة الألمانية. اللي هتبتدي أيضا في نفس توقيت الساعة ستة ونص. دي أهم وأبرز الأمور دي طبعا تشكيلة برضو شتوتجرد مولر أنتون إندو. يعني عدد من اللاعبين المميزين. وموجود طبعا نجمينة المصري عمر مرموشنا. تمنى لهم يا رب كل التوفيق. خلينا نروح لفاصل الأخير بعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا النهارة. يلا بنا. طيب خلينا ناخد ترند الأهلي سريعا. وأهم وأبرز شيء في ترند الأهلي هو تعليق عمر السولية النهاردة الأول بعد الهدف اللي كان في موراة تونس. وبالتالي مهمة قاعد نحن نقرأ تعليقه. أهل شكرا لكل جمهور مصر بشكل عام. وجمهور الأهلي بشكل خاص على الدعم اليومين اللي فاتوا. كمية الحب اللي شفتها وحاستها من الناس كلها حاجة ما تتوصفش. الأخطاء جزء من كرة القدم. وكل يوم بنتعلم منها حاجة جديدة. الحمد لله على كل شيء. وكل التوفيق في حلم الوصول لكأس العالم. والعودة من قطر بكأس السوبر. لم يتصرش بمثل هذه الأمور. رغم زي ما هو بيقوله طبعا أن الأخطاء وردة في قرة القدم. لكن في الحقيقة وفي الواقع هو الرجل عمل بطولة. لا يوجد أحسن من كده. وكان قائد حقيقي للنادي أو منتخب مصر في البطولة كلها. وأنا شايف أن الخطأ تم تهويله بشكل كبير. لأن الخطأ غير مقصود بالمرة. والرجل ما تمش النظر للبطولة المميزة اللي هو أداها مع منتخبنا الوطني. فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في السوبر. وإن شاء الله يكون أحد العناصر المهمة في الصعود لكأس العالم لمنتخبنا الوطني. ناخد مشاركات حضراتكم سريعا. مصطفى السيد قال مساء الخير عليك يا أمير. مساء الفل عليك يا مصطفى. أفضل بطولة سوبر حال أهلي. أمام نهض البركان 2-0. بطولة الأخيرة. خلينا ناخد تعليق جمان. محمد ناصر قال النسخة الأخيرة عندما توجى بيبو بالذهب. عندما أعطاه اللعبين الميديليات. طبعا كانت لقطة جميلة. ناخد كمان أحمد جمال الأفضل مباراة شفتها. الأهلي هي مباراة كازر تشيفز. لما الحضر يجب جون لما كسبنا 4-1. حلو. خلينا كمان ناخد قسامة راضي. مباراة الأهلي والنجم السحلي 2007. أعتقد كان في أسيوبيا. كسبنا ضربات الجزاء. يد تامر قال أهلي كازر تشيفز في 2002. أحمد سعيد قال مباراة الأهلي والنجم السحلي 2007. لأن هذا كان جيل الزهبي. نحن نتكلم عن جيل الزهبي. محمد أبو أدهم كمان قال مباراة الأهلي ونهضة برقان. يعني بطولات عديدة الأهلي. ونقدرش تحدد أنهي الأفضل في الحقيقة. لأن كل بطولات الأهلي كانت مهمة. لكن الأهم هي البطولة اللي جاية. وده ثقافة دايما جمهور النادي الأهلي في كل مكان. وثقافة اللاعبين والجازة الفانية. بالتالي دي كانت تعليقات حضراتكم. وبالتالي أيضا نتمنى لهم كل التوفيق يوم الأربعة بإذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا كمان النهاردة من الترند اللي هيس لدينا المزيد. وغدا كل الجديد وكواليس أخرى جديدة بتتعلق بالأهلي في حلقة جديدة بنفس البرنامج السلام.